نفسي نطبق جداً موضوع العجل ده جوه مصر بجد نبدأ نستخدمه بجد احنا في مصر كنا في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات مصر كانت رائلة فعلاً في موضوع العجل ده وكان فيه كتير جداً ناس بتستخدم العجل وكانت المؤسسات الحكومية جزء من الترقلات بتاعت المؤسسات الحكومية بالعجل تخيلوا هنستفيدها الدقيه لو فعلاً بنا نستخدم العجل بطريقة مستمرة شوفوا جسمنا هستفيد ازاي رجلينا وبطنينا وحاجات كتيرة جداً هتستفيد شوفوا هنستفيدها الدقيلاً من استخدم العجل ونوفر في البنزين ونوفر في حاجات كتيرة جداً ياريت فعلاً ان احنا نفكر في موضوع ده بجد